احنا اريد انضيف ايضا انا يعني استمع ونناقش هاي المناقشات الرائعة 2D و 3D لكن اريد ان اضيف ما يزال يا شبابنا 2D و 3D ناقص جدا لانه البعد الرابع هناك والبعد الخامس والبعد السادس يجب ان يضافوا على المعادلة بالتصاميم هذه المعادلة ما تزال ناقصة 2D و 3D ليه؟ لانه هناك الـ vibration طيفين الـ vibration بالـ 3D مش موجود هناك الوان اعلى الـ 3D ما يعطي اللون المشمرئي احنا بعيد دراسات نؤهل الطلاب ان يفهموا التصاميم الكونية التصاميم الكونية ما تمشي على فقط 2D و 3D رجاءا كل طالب يسمعني انت تتعلم 2D و 3D بس اعرف هناك ابعاد اخرى مش مرئية اجهزتنا اجهزة اللابتوب والسوفتوير ما يطلحها لان مبنية على الفيزياء المادية اقصد اللي هي 2D 3D المركبات الكونية يا شباب التكنولوجيا الكونية ما عدهم 2D 3D فقط عدهم اعلى الـ 4D والـ 5D اكرر موعدهم الـ Vibration موجود بالسوفتوير الـ Vibration يعني قياسك وبعد طيب البناء الإيجابي الفكر بالأبعاد العليا الفكر مهم له بعد هذا الفكر يتعامل مع الـ Object فأنتم بهذه الدراسات لا تتعامل مع الـ Object تقول هذا Object خطأ تقولون هذا كائن فالبناء الإيجابي بعد آخر ايه طبعا فإذا الأبعاد المشمرئية ما بعد الـ 3D ألوان أكثر هذه الصورة ما تعطيها Vibration هذه الصورة الـ 3D ما تعطيها بعد الفكرة الفكرة والتأثير ما هو أنت عندما تصعد للعوال الكونية فكرك أنت تتحرك المركبات فهذا بعد بعد الفكرة يسمى البناء الإيجابي أنت تتفاعل مع الـ Object ككائن فهذه تضاف يا عزيزتي معنا نعم أستاذ معاك أستاذ كما أوضحت نحن هنا بصدد أن نعلم أو نعرف الطالب معنا أن الـ 3D ناقص الموجود في الفيزياء الأرضي ونحن هنا لنؤهل ونرفع المعرفة والتكنولوجيا الموجودة في هذا البعد إلى حقيقتها حقيقتها الضوئية موجودة في الأبعاد العليا وطبعا في كل البعد هناك تقدم أعلى البعد السادس متقدم أكثر من الخامس يعني التصاميم بتاعتهم فعلا أعلى جدا وتصاميم البعد السابع أعلى مثلا تصاميم البعد السابع الفكر يصممون بالفكر وآنيا التصميم فأنت كطالب يعني ديزاينر رجال رجال كل طالب يسمعني أنت كطالب ديزاينر انتبه يا أخي ويا أختي دائما فكر أنه هذا مش أوبجيكت هذا كائن ودائما أعرف هناك أبعاد أعلى من 3D وكرر بعد الفايبريشن يعني الاهتزاز ما هو هناك الآن في هذا الكائن هناك اهتزازات اللابتوبات بتاعتنا ما تعرضها وهناك ألوان أعلى اللابتوبات والسوفتوير بتاعنا ها ما يعرضوها هذه الألوان الأعلى ولو ندخل فيها أبعاد أخرى مثلا هناك كائنات أخرى نعم وهندخل أعلى أنفاق ضوئية نعم موجودة كلها مو احنا وضعنا حلقة مهمة شاهدوها كيف المركبات الكونية تسافر بين النجوم والمجرات فهو نفس الشيء هنا أيضا فأنت عندما تبدأ تصمم فكر أيضا كيف تضيف الفايبريشن اه فكر به الآن لاحظو يعني عندك الآن 3D كيف تضيف الفايبريشن مو هذا السوفتوير سوف يتطور بهالحالة عندما أنت تضيف الفايبريشن السوفتوير يتطور أكثر عندما تضيف ألوان أعلى هذا مش اللون الحقيقي بتاعه لـ 3D هو هذا اللون الأسود هذا فقط بالصورة هناك ألوان أعلى اللابتوبات وكارول ما تقدر تعرضها لما ذا لأن اللابتوبات مصممة من الفيزياء المادية أنت أدرس الفيزياء الكونية فيزياء الأبعاد الأبدية يعني البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس البعد السابع نعم ابدأ هكذا أريد أن أضيف يعني السمر بهاي النقاشات المركبات الكونية عدهم شاشات اللي هي أيضا كومبيوترات تمام؟ يعني المركبة الكونية لو الدرسون جلسات السفر الكوني لطلاب الضوء فهو بالمركب الكوني عدهم شاشات يعني كومبيوترات يعني بروسسنج تعالج فهذه ما تعرض 3D تعرض 3D؟ لا هذه تعرض الفيبريشن وحتى أريد أنه وضح اللابتوبات التي عندهم خليني مشيكي اللابتوبات أو كومبيوترات تعرض الماضي الحاضر المستقبل أيضا بعد الروح وهذا أيضا بعد آخر ككائن أنت تراه يعني من بعد الروح يا شبابنا فأنت أضفتي شيء مهم قلتي ماذا قلتي حتى فقط نضيفه لهذه المناقشة؟ دعا أستاذ عندما الطالب يبدأ بتصميم أي أوبجيكت يتعامل معه ككائن يحس يعطيه أحساس ووعي ويجب أن يعي ويعتقد الطالب أنه يقوم بعملية بناء وخلق صح وليس فقط يتعامل مع جسم سولد جمد أو سلد هذا ما حيتحرك أو ما حيتعشق نعم يعني كجسم إذا سولد فهذا ما يفيد فهو بالتصاميم لأن الطلاب عندهم تصميمين تمام؟ بالتصميمين أنت وأنت تصمم هذا أمر مهم أنت تصمم أعطيه فيبريشن أعلى وهذا الكلام يغير كل شيء حقيقة فأنت تصمم أعطيه فيبريشن يعني أبعاد أعلى أعطيه روح أعطيه ألوان أخرى وانت تصمم ونحن هكذا قادمين يعني هي هاي الحياة الكونية أنه حتى السوفتوير هذا كله يتغير يصبح أعلى يعني يصبح فيه بعد الفايبريشن بعد اللون بعد الروح وبعد كما أنت تفضلتي بعد الإحساسية أنه كائن هكذا هو هذا الخلق تمام؟ أنت أضفتي أيضا قبل التسجيل شيء مهم عندنا مناقشة قلت إنه هاي التصاميم يعني الطلاب يصممون مركبات كونية بأشكال بحيث مش موجودة بالإنترنت صحيح أستاذ بالنسبة للطالب وهو يصمم ومن طلق دراساتنا في العلوم الكونية والإنتفزيكس تعلمنا أن أنا كائن لا مستحيل فأنا بإمكاني أن أبني وأخلق وأوجد نعم بناءات وتصاميم وخلق غير موجود في البعد الثالث فأنا أضيف أنا أبني أنا أخلق شيء فوق ما أعتقد أن أنا باستطاعتين أقدمه أمكاني أن أقدم أكثر وأكثر وأكثر وأبدع صح فهو الطالب هو يسمع صوتنا انتبه أيها الطالب أنت تدرس هذا المنهج أعرف أنت تستطيع أن تبدع أكثر مما أنت تعتقد بألف مرة حقيقة أنت تهتم بهذه التصاميم وتضع فيها روحك وعواطفك وأفكارك بحيث أنت تنتج تصاميم مش موجودة بكل الإنترنت وهو هذا المنهج يعني هو هذا المنهج الأول عندكم أنت شهر ونصف بس إحنا عندنا المناهج القادمة أقصد عندما أيضا نرتبها فأنت يعني حتستمر بالثري دي بس هو حنضع فيها أبعاد أعلى بعد الروح نعم بعد الفايبريشن فالإنتاج يكون عظيم جدا حقيقة لكن هي فقط البداية أكرر أنا ما بوعدكم أنه يكون عندنا يعني مناهج قادمة بس هذا يعتمد أريد أن أرى هاي المحطة بتاعتكم كل واحد يسمعني يعني هذا مو وعد أنه إحنا نكمل بس أريد أرى أنه هاي المحطة الطلاب كيف يعني يديروها إحنا نقول للطالب أعرف يا أخي ويا أختي أنت عندك ألف مرة أكثر مما أنت تعتقد أي إنك تقدم وتبدأ في المنهاج في حياتك في الحياة الكونية أي نعم ترجمة نانسي قنقر